بمشاركة أساتذة باحثين من عدة جامعات من الوطن ومهتمين من ولايات مجاورة نظم بقرية الماية ببلدية تجرون بالأغواط ملتقاً للتعريف بهذه المنطقة التاريخية الواقعة أقصى غرب الولاية الشواهد التاريخية والمخطوطات التي تتكلم عن منطقة الماية وعن قبيلة المذابيح هذه القبيلة الممتدة بين عدة ولايات كالأغواط وغردايا والبيض وعين الصفرة والعديد من مناطق الجزائر تجعلنا نعود في هذا الملتقى إلى تاريخ هذه المنطقة العريق لنستقرئ مجالاته العريقة التي تشهد بقدم الحضارة في هذه المناطق الأساتذة الباحثون عرفوا بتاريخ المنطقة الزاخر آملين ومتطلعين بذلك إلى غد أفضل للقرية وساكنها الملتقى هو تركيز على ترقية هذه المنطقة وهذا القصر للماء حتى يأخذ نصيبه من التنمية في ولاية الأغواط وترقية سكانه وفك العزلة عنهم هي خطبة إذن جادة للفت الانتباه والتذكير بأهمية منطقة المايا خصوصاً وأنها تتمتع بمميزات تؤهلها أن تكون رائدة ترجمة نانسي قنقر